السلام عليكم يا الله حيوم معاكم إبراهيم الدوسري اليوم راح شرح لكم كيف توثقون حساباتكم في تويتر بالطريقة الرسمية قبل لا أبدأ في المقطع بك تشترك عندي في القناة تشرفني تدعمني باللايك بسم الله نبدأ أول خطوة تتوجه إلى أي متصفح عندك تسوي فيه تسجيل دخول حسابك في تويتر عبر الموقع الرسمي لتويتر وما يكون تسجيل الدخول عبر التطبيق لأنه إذا بتسوي طلب توثيق راح يكون عبر المتصفح أول ما تسوي تسجيل دخول لحسابك في تويتر عبر المتصفح تضغط على صوتك الشخصية بعدها تروح للإعدادات والخصوصية بعدها حسابك بعدها معلومات الحساب بعدها راح تدخل كلمة مرور حسابك لتأكيد الهوية بعدها في خطوة مهمة جدا اللي هي تروح عند كلمة موثق مكتوب عندك لا إحسابك غير موثق جنبها راح يجيك طلب التوثيق معناها أن حسابك مؤهل إلى طلب التوثيق أما إذا كان مكتوب معرفة المزيد إحسابك غير مؤهل وإذا تضغط على معرفة المزيد في عندك شروط لازم تطبقها بعدها راح يكون عندك طلب التوثيق متاح تضغط على طلب التوثيق طيب هنا يقول لك يمكن التوثيق لأشخاص بارزين أو مجموعات بارزة ضمن فئة معينة إذا كنت من هؤلاء فابدأ في طلب التوثيق طيب أنت لازم تكون من الأشخاص البارزين يعني شخص معروف ما تكون شخص عادي متابعين قليل وما أخذ تويتر بس كمتابعة أخبار وأحداث لازم تكون مغرد نشط ولك نشاط بارز في المجتمع عشان يتوثق حسابك بما أنك شخص معروف وبارز في المجتمع لازم يكون عندك ملف شخصي في جوجل ترينز أو مقالة في وكيبيديا أو تغطية أخبارية أو موقع القيادة الرسمي موقع إلكتروني خاص فيك تختار أنت واحدة من الأشياء هذه اللي تناسبك بعد ما تختار شيء يعرف عنك في وكيبيديا أو أي شيء يناسبك من الأشياء اللي قلت لك عنها قبل شوي بعد ما تعبيها بعدها يقول لك التحقق من الهوية تختار أنت أي شيء طريقة لتناسبك بالتحقق من هويتك أنا بفرض هوية صادرة عن الحكومة تحط التالي تختار هنا بلد الهوية أنت من أي بلد تختار نوع الهوية بعد ما تدخل هويتك يقول لك تم إرسال طلبك وسيتم الاتصال بك مجرد اتخاذ القرار قد استغرق هذا ما يصل إلى سبع أيام ورح تجيك رسالة على البريد لانتراضطة في الحساب اللي هي نشكرك على إرسال طلبك لتوثيق حسابك في تويتر على تويتر F1 سيتم التواصل معك بمجرد اتخاذ القرار قرار توثيق الحساب طبعا هذا باستغرق سبع أيام رح تجيك رسالة على البريد فيها رد على توثيق الحساب بس هذا اللي كان عنده اليوم أتمنى إذا استفدت تشترك عندي بالقناة تشرفني وتدعمني باللايك والسلام عليكم اشتركوا في القناة